اقول تاني احنا متفقين طبعا ان اسم كارلوس كيروش اسم من اكبر الاسماء في عالم التدريب ومعترفين كمان ان الراجل ما اخفقش الحقيقة من اول ما تولى المسؤولية رغم انه جيه في وقت قصير جدا وفي مشوار وموقف صعب جدا في التصفيات ولغاية النهاردة بتقدرش تمسك عليه حاجة لانه لعب تقريبا 4-5 مطشاط كسبهم كلهم مع عدة مباراة واحدة يمكن اتعادل فيها لكن الحقيقة لما نيجي نقيم الفترة دي تقدر تقول كده انه الاختيار عند ميستر كيروش في مشكلة وتوظيف اللعيبة عند ميستر كيروش في مشكلة والاهم من ده انه الاداء اجمال اللي بيقدم منتخب مصر في مشكلة لا يحسب عليها ولا يسأل عنها فقط ميستر كارلوس كيروش لكن الحقيقة المسؤولية دي ممتدة ومتورثة من اجيال كتيرة جدا من المدربين اشي محليين على عالميين اشي ارجنتينيين على مكسيكيين على امريكيين على برتغاليين تولوا المسؤولية والغاية النهاردة مش عارفين فين المشكلة واللي بيسأل او بيطلب من الجمهور الكهرة انه يزبر شوية على الرجل او يزبر شوية على منتخب مصر احنا مش عايزين نعرف بس غير نزبر لحد امتى يعني نزبر لغاية لما البطولة العربية تخلص وبعدين نبتدي نقلق ولا نزبر لما بطولة امام افريقا تخلص وبعدين نبتدي نسأل ولا نسكت لغاية ونصبر لما نخرج من تصفيات كهذا العام بعكين نقول اه هنعمل ايه بقى في المنتخب المصري احنا محتاجين تكون الطريقة اوضح من كده الاسطوب اوضح من كده وخصوصا انه الراجل يبدو انه بيشتغل بمنطق الديكتاتور يعني لا حد بيقدر يكلمه ولا حد بيقدر يحزبه لا من جهاز ولا من بره الجهاز والسؤال اللي بنسأله الميستر كيش بمنتهى الوضوح لو مش النهاردة وقدام منتخب لبنان ظهرت كرة منتخب مصر وشخصية منتخب مصر هتظهر امتى و هتظهر قدام مين بس ده السؤال اللي احنا عايزين وده السؤال اللي هتدي به مع ضيوفي طبعا محليين كرة عالمية و احنا النهاردة هنصلط الدوع على البطولة العربية او كاس فيفا العرب اسمحوا لي رحب بيهم في البداية نادر شبانة بسأخير يا نادر و اهلا وسهلا بيك وفاروق عصام اهلا بيك يا فاروق اهلا بيك وطبعا من محليل الكرة العالمية ومن السامت عبو جودهم معنا في السادسة دايما النهاردة هنكون اكتر كرة عربية بما ان كاس العرب هو الحدث الاهم والأبرز ابتدي بفاروق لو سمحت اذا سمحت لي يا نادر وفاروق يعني هسمع منك تقييم سيبك من نتيجة مبروك منتخب مصر اول تلات نقط لكن تقييمك لشكل واداء منتخب مصر النهاردة امام لبنان والله الاداء مختلفش عن الاخر مباريتين ضد انجولا والجابون نفس الاداء المتراجع جدا فبدأت الجمهور تسأل نفسها هل يا ترى مبارات ليبيا زهاب وقياب كانت تفرى في اداء كيروش النهاردة شفنا المنتخب اللبناني رغم انه هو منتخب اه متحفز ولعب بخطة شبه دفاعية يعني متكملة ما فيش هجوم خالص عندهم لكن انت كمنتخب مصر لازم تفك التلاصم اي دفاع لازم يبقى عندك شكل هجومي افضل من كده شفنا كيروش بيعتمد على خطة 4-3-3 في توظيف محمد مجدي افشة في نص الملعب متراجع جدا عن مركزه اللي بيلعب بيه في النادي الاهلي ووقات كتيرة كان بيلجأ لخطة 4-4-2 وبيحط افشة كجناح شمال قبل نزول احمد رفعت فواضح ان كيروش لسه لحد الوقت يمستقرش على تشكيله بتاعته ما فيش هواية المنتخب مصر فدايما كنت بكلم نادر حتى قبل الهواف في الموضوع ده وقالت له ان كيروش دايما بيحب هو رد الفعل المنتخب او الفريق اللي بيضربه ورد الفعل فكان كنت بقوله لو احنا ده توصد مع منتخب مصر او لا ده ستايل عموما سواء في ايران سواء في المنوب افريقيا سواء عموما يعني هو بيحب دايما ان هو يبقى متحفز ويبدأ يلعب على الدعب المرتد وحتى في المباريات المباراة الهامة في مارس هتكون قلت النادر ان احنا لو قابلنا منتخب هيهاجم ويلعب كرة مفتوحة احنا نبقى فرصتنا افضل من احنا لنقابل منتخب مثلا هيدافق واحترمنا بشكل كبير جدا زي ما شفنا النهاردة ضد منتخب لبنان لان احنا ما عندناش الحلول في المساحات الديئة ما عندناش الحلول دايما عايزين محمد شريف عايز المساحات شفنا النهاردة ما فيش مساحات في دفاع منتخب لبناني فبالتالي غابت كل الحلول عن منتخب المصر ولازم كيروش يغار شوية من فلسفته ويبدأ فيه شكل هجومي افضل بكتير من اللي ظهر عن منتخب مصر في المباراة طيب يعني احنا من ساعة مجينا وكلاكات واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة هتقدر طول نفس علامات الاستفهم بتتكرر مع كل مباراة نادر اختيارات كيروش تصير حلم الجدد توظيف بعض اللاعبين من كارلوس كيروش في بعض المراكز اللي ممكن ما يكونوش هو شخصين شافهم فيها يعني هو ما تفرجش على عيبة بتلعب في المركز ده عشان كده اختارهم لان هما ينضموا لتشكية منتخب مصر برضو علامات استفهام واداء وشخصية المنتخب انا عارف طبعا ان الراجل ما خدش الوقت الكافي انه يوصل او يوصل فكره بشكل كامل لكن احنا مش شايفين حتى ان فيه تطور يعني وكنا متوقعين في مباراة سهلة يعني دي اسهل مباراة هتلعبها او هيلعبها منتخب مصر في كل الاربع خمس شهور اللي جايين كنا متوقعين نشوف مردود اكتر من كده للاسف ما حسن ايش بده مش عارف انت متفق معي مبدئيا ولا ولا ليك وجهة نظر مختلفة لا انا متفق معك ومتفق مع كلام اللي قاله فاروق وزي ما كان فاروق بيقولك بزبط احنا وإحنا بركنا منتكلم في نفس الموضوع ده ان احنا عندنا مشكلة اساسية او كارلوس كيروش بشكل عام مع الامارات او مع كلومبيا او مع البرتغال انه لما بيكون رد فعلا بيكون افضل معنا احنا طبعا ماتشين ليبيا الناس كلها اشهدت بيه وماتشين ليبيا دول بعد ما طبعا مضمش محمد شريف ومحمد مجدي افشا وساعتها الناس قالت ان الرجل كسب الرهان طيب الناس دي تعال نشوف بقى مثلا في الماتشات اللي العباء بعد كده تعال شوف ماتش الجابون مين اللي كسبك ماتش الجابون افشا مين اللي كسبك النهاردة افشا فده بيثبت بما لا يدع مجانا للشك ان محمد مجدي افشا لغن عنه في تشكيل منتخب مصر دي وجهة نظر شخصية لكن اللي اختيارت بقى على جنب توظيف اللعيبة زي ما انت بتقول انت محمد شريف اصلا كان بيلعب جناح او كان بيلعب صنع ألعاب لما كان في الاهلي في فترة كارتيرون اللي قبل ما يروح عارل داجل انت شفته فين هو بيلعب في المركز ده طب مين اللي قالك ان هو بيلعب بيلعب جناح مين اللي قالك ده فانت قررت انك تلعب محمد شريف جناح وكلنا شفنا احنا عارفين مستوى محمد شريف تخير ان هدف الدوري المصري وهدف احسن هدف مصري اخر سنة في مختلف البطولات دور الابطال او الدوري وبيلعب جناح مع كامل الاحترام طبعا لمروان حمدي بس لحساب مروان حمدي طب احنا لما كان مصطفى محمد ساعتها ما كانش حد فينا بيتكلم لان طبعا انت بتتكلم في مصطفى محمد وراجل تاريخه بيشهد له فما تشده وليه كتير لعبها سواء منتخب اولمبي او منتخب اول طيب انت بتلعب بتلعبوا جناح ما برضو مش منطقي دي بالنسبة للاختيارات وبالنسبة لمراكز اللعبة في الملعب طريقة اللعب وشكل الفريق مع كارلوس كيروش لحد الان انت مش عارف تقف على طريقة لعبة او خطة هل هو بلعب با 4-2-3-1 او 4-3-3 وطبع انت متفك معي فاروق في حاجة زي دين احنا مش عارفين نشوف ده لو جينا بصينا عليه مع منتخب كولومبيا مثلا منتخب كولومبيا من كوبا امريكا 2016 2019 استبعت خمس رودريجيز ورادميل فالكاو لمدة سنة كاملة من شهر يوليو للسنة اللي بعدها شهر التوقف الدولي بتاع يونيو السنة الكاملة دي كلها علشان بيطبق طريقة لعبة مختلفة طريقة اللعبة اللي بتعتمد على 4-3-3 واللاعب اللي بيكون وسط ملعب اللي بيتحاول مرة واحدة لجناح دي انا شخصيا قابل لما يمسك منتخب مصر قلت ده ممكن يكون مركز عمر السلية مركز احمد سيد زيزو لأ لقينا ان احمد سيد زيزو اصلا مش لعب اساسي معاه ده رقم واحد رقم 2 عمر السلية بلعب مركز 8 اللي هو المركز الطبيعي بتاعه ما بيتطلعش حاجة منه فالاختيارات وطريقة اللعب والاختيارات طريقة اللعب والاختيارات طريقة اللعب وتمركز اللعبة في الملعب او مراكز اللعبة اللي هو بيكتشفها كل دي حاجات بتقول انه لسه محطش ايده على المشكلة اشتركوا في القناة